وجودنا في المجموعة دي هل ده أهم ماتش لأن عندنا غينيا بيسا والسودان ها دي أهم مباراة؟ طبعا طبعا مباراة الأولى هي اللي بديد قوة هي بتخوف المنتخبات من خلال المباراة الأولى يعني انت لو كسبت المباراة الأولى بيقولوا منتخب مصر لا قوي منتخب قوي ممكن لا يوصل للأقدار النهاية هي بديد صورة لكل المنتخبات عشان كده إن شاء الله المباراة الأولى هي اللي بديدنا قوة إن شاء الله إن احنا نركز فيها وباللعبها دي بقى هادية جدا أول ما نعدي المباراة الأولى دي تلاقي منتخب مصر يبتدأ إيه؟ يعلى يعلى واحدة واحدة هو دايما منتخب مصر بيعلى على إيه؟ على المراحل على طول بس المباراة الأولى اللي نعدي منها إن شاء الله بشكل قوي يبتدأ الأمور إيه؟ ده رجعتنا كيروش عمل تصريحات وقال لك أنا يعني مش هيقدم كده وعود بإنه ممكن الكاس يبقى المصر وده بيرجعنا لتصريحات كابتن جوهري وقتها هل ده علشان نسمة تقلقش؟ وهل ده علشان هو مش واثق يعني؟ لا ده أول تصريحة بارده جوهري في 98 قال نفس التصريح قال التصريح كيروش قاله في البطولة العربية قال لي أنا جاي عشان حقق البطولة العربية طيب يعني إيه؟ يعني لا الأمور بختلفت خالص يعني إيه؟ لا هو رجع غيرت إيه؟ التصريح قال لك أنا مش مواعد من شعب المصر نأخد البطولة هو إيه؟ يعني لو تشوف التصريح عشان كده إيه؟ الكروش هو زاكي جدا في الحتة دي يعني هو إيه؟ يهد الأمور بشكل كويس حتى اللعبة ما باش عليها دغوط جامع جدا نحن إيه؟ الفوتورة دي مهمة جدا نحن ركز فيها آه هو بيكلم مع الصحافة مع الشعب المصر بطريقة وبيكلم مع اللعبة بطريقة تانية خالص أنا متأكد متأكد إننا إحنا جايين آه يعني هو بيلاعب الجمهور من خلال الصحافة من خلال شوية تصريحات بالضبط كده ده شغل برطغاني يعني أنت بقى من خدر مع شرتهم بالضبط كده يعني عشان كده بقى عن اللعبة لا إحنا جايين هناخد البطولة جايين بشكل قوي جايين لازم نلعب بشكل مميز جدا لازم إحنا إيه؟ بجدرين إحنا إيه ناخد البطولة ده بيتكلم معي فوت اللبس مع اللعبة بشكل قوي جدا مع الناس بيالق ينتقصد هنا كابتن عبدالسطر إنه بيتكلم مع اللعبة بشكل وأمال إحنا هناخد الكاس إحنا هنعمل كذا ولكن بيخاف من الوعود فبيقلل الفرص ويقولك أنا لا قاعد بالكاس بالضبط أنا بكلمك ألعاب كورا كنت لعاب كورا كان بيحصل معي بنفس الحوار ونفس الأحاديث اللي بتحصل بإيه نفس الحوارات اللي بتحصل لمدير الفن مدير الفن بيتكلم مع صحافة بس بيكلم مع اللعبة بشكل تاني خالص مين أكثر مدرب كان بيعمل معك يعني كابتن جوهري أنا أبديك كور كتير أنا عارف كابتن جوهري كان مثلا يقول للصحافة أو يقول للناس والإعلام وأنا أخذ المركز التلاتاشر في البطولة فاكرة 98 أنا جاي البطولة راح البطولة دي أنا أخذ المركز التلاتاشر بس بيتكلم معنا لا وتشوفي لا حاجة تاني خالص أنا النهاردة أنا جاي البطولة دي عشان أخذ البطولة لازم أرجع بالبطولة لازم أرجع بالكاس كل واحد فيكم لازم يحط السيناريو الماتش الأولاني عندنا مهم جدا عشان نبص ناخد الكاس ونرجع بالكاس تكلم اللي إيه كان بيكي